يعني اختشوا يعني زي ما بقولوا كده اللي اختشوا ماتوا والحد امتى المتأمرين على النادي الاهلي هيفضلوا موجودين النادي الاهلي تقدم بشكوى رسمية ضد اللاعب محمد الشيبي للاتحاد المصري لكرة القدم بعد لجوء اللاعب المغربي للقضاء المدني في ازمة قروية خمس شهور كاملة شكوى الاهلي عند اتحاد الكرة دون اي قرار رادع ضد الشيبي رغم اعتراف اتحاد الكرة الفاسد رغم الاتحاد الكرة الفاسد اعترف في خطابه الرسمي الى نادي بيرامدز ان محمد الشيبي اللاعب المغربي المحترف في صفوف بيرامدز خالف اللوايح ولوائح النظام الاساس يعني اتحاد الكرة الفاسد ارسل لبيرامدز قال له الشيبي خالف اللوايح بس مفيش عقوبة خمس شهور كاملة اتحاد الكرة الفاسد في انتظار في انتظار ايه؟ في انتظار صدور حكم قضائي بالسجن ضد حسين الشحات تخيلوا اتحاد الكرة المصري كل ده ما اصدرش قرار ده انا عدحكه كمان شوية ولما تحقق الحكم هدفه من بارح وصدر حكم ضد حسين الشحات بالحبس لمدة سنة مع اقاف التنفيذ وغرامة مية الف جنيه والحرمان لمدة خمس سنين من عضوية اي ناد رياضي الحكم طلع من هنا جمال علام والفاسد حازم امام والفاسد وليد العطار عملوا اجتماع طارق في اتحاد الكرة وطلعوا قرارهم باقاف محمد الشيبي الست مباريات فقط وغرامة مية الف جنيه دون ان يشمل القرار حتمية تنازل الشيبي عن القضية وإلا يتم شطبه ده ما تحطش في القرار قرار اتحاد الكرة باقاف الشيبي بعد ساعات من قرار المحكمة بسجن الشحات بيؤكد ان الموضوع كله سيناريو صح كده سيناريو اسمعنا اتحاد الكرة المصري ما اصدرش قرار ضد محمد الشيبي تمام غير يعني غير لما اتعمل عليه حكم بالحبس ليه الاتحاد المصري جاي دلوقتي يعلن سيناريو كبير مصرحية مرسومة بكل دقة من اطراف اعلى كتير من اتحاد الكرة اطراف بتدير الكرة في مصر كأنه مصرح عرايس على فكرة قرار اتحاد الكرة المستعجل اوي ده اللي صدر امس باقاف الشيبي لهدف بالغ الحقارة والقزارة ضد النادي الاهلي الناس الاغلب يعني الغابية اللي فاكرين قرار ايقاف الشيبي ده لصالح الاهلي دول اغبخال الله قرار اتحاد الكرة بايقاف الشيبي ست مباريات هدفه منع الاهلي من تقديم شكوى ثورية للفيفي ضد الشيبي وضد بيرامتس وضد اتحاد الكرة نفسه بعد ما صدر الحكم القضائي صباحا بسجن الشحات شكوى الاهلي اللي هتروح للفيفا هتعتمد على نقطة رئيسية ان الشيبي لجأ للقضاء المدني مخالف اللوايح وان الاهلي لجه للسلطات المحلية تجيب له حقه وان السلطات المحلية ما خدتش قرار اتحاد الكرة خد قرار بايقاف ست موطشات يبقى شكوى الاهلي هتبقى ضعيفة لان شكوى الاهلي بتعتمد على ان الجهات المحلية ما تدخلتش لهي الجهات المحلية تدخلت وموقف الاهلي في الفيفا يبقى ضعيف عايز اقول لكم حاجة مهمة اوي وانتو الشهود انا بشهدكم لان انتو اللي بتشوفوا وتسمعوا انا لا بقرأ الوداية ولا بعرف الغيب لكن بقرأ التاريخ كويس وعارف ان التاريخ بيقرر نفسه فعشان كده قلت لكم فيه يعني حلقات كتيرة اوي اوي ان اتحاد الكرة لن يتدخل في قضية الشيبي والشحات الا بعد صدور حكم بالسجن ضد الشحات وسبحان الله اللي قلته حصل بمنتهى الدقة بالزبط وايه وبمنتهى العبط من اتحاد الكرة ما استنوش ساعة خد عندك اللي جاي عشان تعرف انا قلتلك برضو تمام قرار اتحاد الكرة بمعاقبة الشيبي ست مباراة هدفه لسه ايلول منع الاهلي من الزهاب للفيفا باعتبار خلاص ان الجهات المحلية فيه مشكلة محلية حسمتها محلية خلاص ايقاف الشي بست ماتشات يبقى يا اهلي انت اشتكيت وخدت حقك محليا رايح للفيفا ليه ما هو حقك انت خدته محليا ما تروحش للفيفا تقوم ادارة الاهلي تقول اوكي ويا دار ما دخلك شر ووفر جهد ووفر فلوس وقفل الموضوع لا يا حبيبي بقولي ادارة الاهلي لا فوقوا وعرفهم ان انتوا بتتعاملوا مع مين بتتعاملوا مع احجر واقصر نظام قروي رياضي في التاريخ وخد عندك يا اهلي اللي هيحصل الاهلي لو ما رحش للفيفا اتحاد الكورة هيستنى اسبوعين او تلاتة بالكتير يتوقف فيهم الشي بي ماتش او ماتشين بالكتير ويتخلى ويتفق مع برامز والشي بي على سحب القضية وهي كده كده هتتسحب في كل الحالات على سحب القضية والشي بي يقدم التماس مع استقناف لان الاستقناف ممنوع اقل من 8 ماتشات اقاف ما تنفعش استقناف يبقى تقدم ايه؟ التماس بتخفيف العقوبة يقوم اتحاد الكورة يوافع يقوم اتحاد الكورة يوافع على الالتماس وخلاص يا جماعة يا دار ما دخلك شر ويكتفي بالعقوبة اللي اتوقعت على الشي بماتش او ماتشين ويرجع الشي بيلعب وتبقى صفع نار للنادي الاهلي بس النادي الاهلي المفروض يبقى عارف يبقى عارف وقديني قلتلك وقديني قررت النهاردة الشي بموقوف 6 ماتشات النهاردة الشي بموقوف 6 ماتشات سواء سحب الشكوى او ما سحبش الشكوى سحب القضية او ما سحبش القضية موقوف 6 ماتشات فترة الإقاف دي هتعود قد ايه اول ماتش البرامدز يوم 15 يونيو بعد اسبوعين وشوية على مدار 10 ايام بعدها برامدز هيكون لعب ماتشين بس يبقى الشيبي مش هيسحى بالشكوى قبل شهر يستنى على امل انه لو الاهل قدم استقناف ضد الحكم بتاع الشحات الاستقناف يتحكم في خلال شهر في الشهر خلال الشهر ده ويبقى الشحات ياخد عقوبة اكبر لو الاستقناف قرر يبقى في الحالة دي الشيبي استفاد من التصعيد القضائي ويدو توقف ماتش او ماتشين وفي كل الحالات هيتوقف الماتش او الماتشين سواء سحب او ما سحبش الحاجة التانية ان برامدز اقنع الشيبي انه هيديله اكتر من فلوسه على مرات خلال فترات الاقاف وانه هو هيروح للفيفا برامدز هو اللي هيروح للفيفا يشتكي اتحاد الكورة ان اتحاد الكورة حل الموضوع للجنة الانضباط ولجنة الانضباط ما عقبتش الشيبي الشيبي يروح لاتحاد الكورة هو عارف ان اتحاد الكورة ضعيف وهيرجح في قراراته عايز اقول لكم من ملخص الكلام ده كله ان اقاف اقاف الشيبي ست مباريات مع غرامة هي سيناريو ومصرحية هدفها الوحيد حرماني النادي الاهلي من تقديم شكوة رسمية ضد الشيبي وضد برامدز وضد اتحاد الكورة الفاسد وضد لجنة الانضباط الى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا شكرا لحضراتكم على سعة صدركم واتمنى ان المعلومة تكون وصلت وتكون فهمتم وعرفتم ان كل الدنيا بتحارب النادي الاهلي بتحارب الناجح وتقف جنب الفاشل شكرا يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته